إذن تبدو مصر السيسي ماضية في مساعيها لإنقاذ مجلس النواب في طبرق برئاسة عقيل صالح من العزلة التي يمر بها بعد مباركته للعدوان الذي يشنه حفتر على العاصمة ترابلوس الشعرات المرفوعة لهذه الاجتماعات التي ستستمر ثلاثة أيام لا تعكس واقع الحال إذ تقول القاهرة إن الهدف منها هو البحث عن حل سياسي وتوحيد الصف داخل البرلمان كما تتحدث اللجنة المصرية المعنية بالأزمة الليبية غير أن المغزى منها وبشكل صريح قلق مصري متزايد من سحب البساط من تحت مجلس النواب في طبرق إلى ترابلوس وهي غير جاهزة لدفع ثمان لذلك غير أن هذه المساعي قد لا تصل بالقاهرة إلى الهدف المنشود في ظل إسرار النواب المجتمعين في ترابلوس على رفض الدعوة المصرية لجمع النواب في القاهرة وهو ما أكده عضو المجلس عن بنغازي جلل الشهد لليب الأحرار حينما قال إن النواب المجتمعين في ترابلوس رفضوا حضور هذه الجلسة التشاورية التي دعت إليها مصر لغموض أهدافها وأجندتها ويعز النواب موقفهم الثابت بعدم حضورهم إلى الموقف الذي تلعبه مصر في هذه الحرب التي تشن على العاصمة والتي تجاوزت المئة يوم أظهرت من خلالها القاهرة ازدواجية الخطاب بشكل واضح بين الإعلان قولا اعترافهم بحكومة الوفاق ودعمهم السياسي والعسكري المتواصل لخليفة حفتر حتى وصفها النائب عن بنغازي عالي بوزعكوك بالوسيط غير النزيه وتظهر المساعي المصرية الجديدة نحو التسريع بإظهار مشروع مدني موازي لشخصية حفتر العسكرية من خلال العمل مع النواب في طبرق على تشكيل حكومة سموها حكومة وحدة وطنية وفق ما جاء على لسان رئيس المجلس عقيل صالح تصريحة صالح أكدتها مصادر الأحرار في تصريحات سابقة حول الضغط على حفتر بل إجبار على قبول الحكومة المزمع تشكيلها برئاسة العارف النايض حتى وصل تهديدهم له إلى حد سحب الدعم العسكري والمالي فأي مستقبل يواجه هذه المساعي في ظل شخصية الرجلين الطامحين لكرسي السلطة دون منازع ترجمة نانسي قنقر